لم يكن في بال اللاعب البرتغالي كريستيان رونالدو أن شارة القيادة التي رماها تعبيرا عن غضبه لعدم احتساب هدفه ضد منتخب سربيا السبت الماضي ستكون سببا في إنقاذ طفل المريض يحتاج لإجراء عملية وبيعت شارة قائد منتخب البرتغال في مزاد مقابل 64 ألف يورو وخلال المباراة التي لعبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 التقط رجل الإدفاء ديوردي فوكيسيفيتش شارة القيادة خلال تواجده بالملعب وعرضها في مزاد على موقع لموندو دوت كوم وارتكزت فكرة فوكيسيفيتش على هدف النبيل وهي المساعدة في تمويل علاج طفل يبلغ من العمر ستة أشهر ويعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي الذي يمكن أن يؤدي إلى الشدل أو الموت وبذلك يكون رونالدو أو شهرته قد ساهمت في إنقاذ حياة هذا الطفل